كان مؤمن بأن الأدب دور مهم للتمهيد للسلام في مختلف العصور النهاردة ذكرى مرور 44 سنة على رحيل فارس الرومانسية وجبارتي العصر واحد أبرز كتاب مصر وهو الأديب الكبير يوسف السباعي صاحب الروايات المهمة زي نائب عزرائيل وأرض النفاق وإني راحلة وبين الأطلال ونحن لنزرع الشوج خلونا نشوف التقرير تحل اليوم ذكرى حزينة على الثقافة المصرية بمرور 44 عاماً على اغتيال فارس الرومانسية وجبارتي العصر أحد أبرز كتاب مصر يوسف السباعي ولد يوسف السباعي في العاشر من يونيو عام 1917 في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة لأب كان من رواد النهضة الأدبية نشر أول قصة كتبها بعنوان فوق الأنواء عام 1934 وكان عمره 17 عاماً ولإعجابه بها أعاد نشرها فيما بعد في مجموعاته القصصية الطياف عام 1946 بعد تخرجه من الكلية الحربية تم تعيينه في سلاح الصواري وأصبح قائداً لفرقة من فرق الفروسية بدأ السباعي منذ انتصف الأربعينيات في التركيز على الأدب وليؤكد وجوده كقاص فقد نشر عدداً من المجموعات القصصية وأعقبها بكتابة عدد من الروايات وكان السباعي في تلك الأثناء يجمع ما بين عالم الأدب والحياة العسكرية كتب أول مسرحياته عام 1951 بعنوان أم رتيبة تلاها مسرحية وراء الستار التي سخر فيها من الأحزاب والصحافة الحزبية عام 1952 في عام 1966 انتخب سكرتيراً عاماً لمؤتمر شعوب آسيا وإفريقيا اللاتينية وعين عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب بدرجة وزير ورئيساً لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971 ثم اختير بعدها للعمل كوزيراً للثقافة في مارس عام 1973 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وفي عام 1977 تم انتخابه نقيباً للصحفين من أهم روايات يوسف السباعي نائب عزرائيل أرض النفاق إني راحلة فديتك يا ليل بين الأطلال ونحن لا نزرع الشك اغتيل يوسف السباعي في قبرص في صباح يوم الثامن عشر من فبراير عام 1978 عن عمر الناهز الستين عاماً بعد حضوره مؤتمراً أسيوياً إفريقياً ليرحل تاركاً رصيداً من الأعمال الخالدة اشتركوا في القناة